روسيا تفشل في إطلاق صاروخ بروتين أم والذي كان يحمل ثلاثة أقمار صناعية كانت موجهة لوضع نظام جلوناس لتحديد المواقع وهذا لمنافسة نظام جي بي اس الأمريكي ونظام غاليليو الأوروبي مستقبلا الانفجار وقع لحظات بعد إقلاعه من القاعدة الفضائية الروسية بيك نور في كازاخستان الصاروخ كان بداخله 600 طن من الوقود ويخشى أن يحدث كارثة بيئية سحابة سوداء ضخمة نتجت على الانفجار العمال في قاعدة بيك نور تم إجلاؤهم في الوقت الذي قللت فيه السلطات الروسية من أخطار الانفجار الحادث وقع على بعد كيلومترين ونصف من قاعدة الانطلاق وحالة من الخوف والهلع انتابت المارة وحسب المعلومات الأولية الحادث لم يخلف ضحايا لحد الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر